دكتور تيوا بنتي الحلوة هو التعليق الذي نشره اللاعب العراقي الشهير نور صبري على صورته مع ابنته على انستغرام اللاعب نور كان يهني ابنته بسبب التحاقها بكلية الطب حازت هذه الصورة على آلاف الإعجابات والتغريدات المهنئة إلا أن بعض الأشخاص بدأوا حملة تنمر على هذه الصورة وهجموا اللاعب وابنته مما أجبره على إغلاق التعليقات نور صبري هو أحد لاعبي كرة القدم العراقيين لديه جمهور واسع من مشجعي اللعبة في العراق ما جعل حملة التنمر التي تعرض لها مؤخرا تؤثر في نفوس الكثير من العراقيين وبدأ العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في نشر صورهم مع بناتهم تحت هاشتاغ متضامن مع نور صبري في مشهد أشبه بانتفاضة ضد المتنمرين دعونا نتابع كيف تضامن الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ انتشر بكثافة اسمه بناتنا فخرنا نبدأ من سجد التي كتبت انتشار ثقافة ترضاها على أختك وهاي عرضك شلون تنشر صورها تدل على الرجعية والانغلاق كابتن نور صبري صورتك مع بنتك جميلة لا تهتم للعقول المتحجرة والمتناقضة أيضا ريمة في هذا السياق كان لها رأي آخر تقول صورة في مرمى شباك الكراهية عامر أيضا كتب وقال رياضي صاحب انجازات كبيرة إعلامي محموب ورصين أب ناجح لا تلتفت لأراء الرجعيين بالتوفيق لك ولبنتك نختتم مع تغريدة سورة التي قالت أي عقل من يتنمر على هذه السورة الجميلة يعيش معنا بـ 2023 والدها طالما أمتعنا وهي متفوقة وطبيبة المستقبل أو طبيبة المستقبل مضرر في نشر صورته معها جميعنا ننشر صورنا مع عوائلنا ويفتخرون بإنجازاتنا لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بغداد ينضم إلينا أستاذ علم النفس في جامعة بغداد دكتور أيسر فخري أهلا بك معنا دكتور الحارس الدولي العراقي السابق نور صبري نشر صورة له مع ابنته احتفالا بدخولها كلية الطب الغريب كان كمية التعليقات المتنمرة والسيئة والتي طالت هذا اللاعب مع ابنته ما هو تعليقك على هذه الأفعال بداية؟ في البداية حييك وحيي قناتكم الكريمة لتسليط هذا الضوء والتشخيص الدقيق في البداية طبعا نتضامن مع الأخ نور صبري ذلك اللاعب الدولي المعتزل والأب الناجح مثل ما تفضلتي أما لماذا وكيف؟ هذه في علم النفس سمى الأسقاطية كل واحد يسقط ما بداخله على هذه الصورة فالذي يرى النجاح يسقط النجاح والذي يرى زوايا يحاول أن يفتش فيها عن بعض الزوايا المظلمة هي أسقاطية عن ذاته لأن المتنمر في طبيعته هو شخص فاقد الثقة فاقد الإحساس بالآخر يحاول أن يسحب مساحة راحة وأمان الآخرين إلى مساحة أخرى وهذا هو الأصل في التنمر لذلك كانت هذه التعليقات إذا وضعناها تحت المجهر وحلناها نرى أنه كل شخص يسقط ما بداخله من خلال تعليقه فالذي يعاني من أزمات نفسية أو أزمات أخلاقية أو أزمات انفعالية أو أزمات جمالية تسقط كل منهم بداخله ما لديه من أزمة أو من أزمة نفسية أو اجتماعية أو جمالية وغيرها بل حتى موضوعات النجاح لأنه يعرف أنه نور صرف بري لاعب ناجح إعلامي ناجح ابنته ناجحة وبذلك كل من لم يدرك سبل من النجاح أيضا دخل في عالم الإسقاط وكان التنمر هو شباك والذريعة التي يحاول من خلالها ما يعرف بميكانزمات الدفاعي التبرير لفشله أمام النجاح وهذه مشكلة أنك تضع ناجحا أمام فاشلين وهذه مشكلة لذلك يحاول أن يحاول فشله من خلال هذا الصورة لذلك المتنمر لا يسقط ما بداخله على الصورة فقط بل يسقط على نفسه من خلال الصورة أي يرى فشله أمام النجاح يرى قبحه أمام جمال يرى كل أشياء السلبية التي يعتقد ربما أنها سلبية وهذه أزمة نفسية تحتاج إلى تفكيك وتحتاج إلى التحليل أكثر نعم يعني باعتباره مثل أي أب دكتور برأيك ألا يحق لنور صبري أن يحتفي اليوم بنجاح ابنته دون أن يلقى مثل كل هذه الهجمات والتنمر بالتعليقات نعم الحقيقة خلينا نعطي خصوصية للشعب العراقي وأنا منهم وأفتخر بذلك أننا من نوع الإنسان في طبيعته إما أن يكون بصري وإما أن يكون سمعي إما أن يكون تأثيره البصري أعلى أو القراءة أو السمعي أعلى العراقيون بطبيعتنا أغلبية نحن من نوع البصريين أي نتأثر بالنظر أكثر من السمع لذلك أنا شبت بعض التعليقات كأنما يعلقون على هو أنه لم يكن أبنته وكان أخطيبته ومعرف حبيبته إلى لأنه قرأ الصورة ولم يقرأ التعليق نحن في طبيعتنا نهاجم من خلال الصورة النظر يشدنا لذلك نعطي إسقاطنا وما بداخلنا من إفرازات نفسية على الصورة دون المحتوى أو دون الكتابة لذلك يوجد بعض التعليقات يقول له يا أخي هاي ترى بنته يعني كأنما ينبه لأنه علق على الصورة من خلال النظر نعم دون ما يعرف المحتوى دون ما أن يقرأ وهذه إشكالية يعني نحن هنا في العراق ربما نشكل على أي شخص وهذه واحدة من عبارة من التنفيسات التي نحن في صددها العراق يمر في أزمات متلاحقة منذ سنين واحدة من تعبير عن الأزمات أننا نحاول أن ننتقد كل شيء أمامنا سلبا أم إيجابا ننتقده ولذلك نحاول أن نفتش عن ما نراه أخطاء وهذه إشكالنا إذن الصورة مع إسقاطية مع أزمات اجتماعية ونفسية كانت بكلها تحملها ذلك وطبعا نور سربري هو أصله حارس مرمى لذلك أنا أرى أنه يمكن مفروض ما يتأثر لأنه متعلم على أنه يدافع ويصد الكرات التي يتهاجمه فهذه كرة من الكرات التي هاجمته مفروض يكون يحسن استخدام أو الدفاع عن مرماه الذي هو بيته وهنا إذا أتمحتي لي على عجالة أتكلم مع الجزء الآخر المتنمرين المعلقين هم انتقدوا شيء معين الذي هي الحشمة والحجاب وإلى آخرها وهنا أنا أقول لهم بلفظهم وبفلسفتهم الإسلامية أن الإسلام عندما جاءت آيات الحجاب في سورة النور جاءت قبلها آية يمكن تجاوزوها لأنه تشملهم الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحجاب إلا من بعد قبلها قال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فوروجهم ذلك أزكانهم إذن أنت المتنمر إذا وقعت في الخطأ أنت وقعت أيضا في خطأ ألا وهو ما غضيت البصر رب العالمين أمر بغض البصر بعدين أمر بالحجاب إذن عليك أن تغض بصرك ثم بعد ذلك تطلب بالحجاب الفلسفة الإسلامية ليست فلسفة عشوائية كل من يأتي بمزاجه ويقول هذه كذا وهذه كذا ليست الأمور هكذا الإشكال في البصمة نحن المشكلتنا لدينا تلوث بصري نحن غراقين بنا رصري ولكن أيضا من جهة أخرى أي أننا عندما ننظر إلى فتاة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التضامن مع نور صبري وابنته هل لازالت المرأة في العراق اليوم ضحية العقليات القديمة التي تأخذ مثل هكذا أحداث تأخذ الفرصة لبس موروثاتها السلبية القديمة نعم للأسف الشديد هذا هو اللي أريد أوصل إليك أنه ما زالت لدينا التلوث البصري كمجتمع إشكال في النظرة نضع للنظرة إشكالا أي أننا عندما ننظر إلى أي فتاة ننظر عليها النظرة الخاطئة لا ننظر على أنها أنثى أنها شريكة أنها أم أنها أخت وهكذا رغم أننا للمعلومة أن الموظفين وعدد الموظفين في العراق من الموظفات من الإناث أكثر من الذكور بأكثر من الضعف ولكننا ما زال التلوث البصري لدينا وهذه إشكالية مجتمعية أي أننا ننظر إلى المرأة نظرة الخاطئة نظرة التي هي نظرة القبيحة إذا أصح التعبير وهذا خطأ يحتاج إلى إزالة هذا التلوث البصري أننا عندما نتكلم أو نتفاوض نعم وصلت نتعامل داخل دوائرنا داخل مؤسساتنا مع الأنثى نصيفتنا يحتاج إلى نوع من الهدوء والأعصاب ومن إزالة ذلك التلوث البصري الذي نحن للأسف ما زلنا نعاني منهم كثيرا شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد أستاذ علم النفس في جامعة بغداد دكتور أيسر فخري ترجمة نانسي قنقر